السلام عليكم و اهلا بكم مكة و المدينة تحت الاحتلال السعودي والهج لا يجوز من غير سلطان تركيا و احنا حتما و لابد و لازما نسقط حكام السعودية و حكام العرب كلهم علشان نسترد الاقصى الشريف الاسير ده ملاقص خطبتين بيقولهم اشخاص من مخلفات النطف التركية العثمانية بتوع حزب التحرير التكفيري المنبطح لليهود الناس دول بيعيشوا في القدس وبينهم و بين جنود الاحتلال الاسرائيلي اللي بيحتلوا القدس خطوات معدودة والجهاد عليهم فرد عين مش فرد كفاية زي اي مسلم مش فلسطيني و مع ذلك بدل ما بيخطبوا في الناس علشان يحرضوهم على ثورة تحرير ضد جنود الاحتلال لا دول بيخطبوا ضد السعودية و ضد الدول العربية و امتى في ايام الحج المباركة والناس بترفع التكفيرات و قلوبها متعلقة بحجاج بيت الله و غوحنيات والايمانيات الرائعة دي و في الوقت اللي حكومة المملكة العربية السعودية بتعمل الهوائل و الابداعات في التسهيل على الحجاج والتيسير ليهم و خدمتهم في الوقت ده بيظهر الشخصين دول و هم من اصحاب اخطر فكرة بيهدد الامة الاسلامية و العربية فكر ما يسمى حزب التحرير طالعين علشان زي عدتهم و خدمة منهم لما يسمى دولة اسرائيل طالعين يحرفوا بصلة العرب عن اسرائيل و يقولوا ان السعودية كفرة و ان الحج غاب عنه امير الحج بتاع الدولة العثمانية و ان ده سبب بلاءنا اذكركم في ايام الحج هذه انه مضى علينا قرن و عامان من غير امير للحج و منذ ان سقطت دولة الخلافة و غاب اميرها و غاب امير حجها حل بنا ما ترون من البلايا و الرزايا و المصائب في كل مكان و في كل جسدنا يتألم و ينزف دمنا و نحن في موسم الحج نرى في عرض الحج نرى ما لا يسر نرى الضلالة و الباطلة بل و الكفر يعني ما ينفعش نحج غير بوجود سلطان تركي ده مش بس تكفير و تطبيل للدولة العثمانية و كمان حرف البصلة المسلمين و تحردهم على السعودية اللي بتصوني الحرمين و بتديرهم و بس لا اسمعوا المزيد من الكوارث يا جماعة و انا نذكر ان سيدكم الكبير سيسقط بامر الله و ان كفركم سيسقط والله و ان الاسلام سينقصر بقوة و امر الله و تعود الخلافة ليعود الحج و اميره كما كان في عهد العزة و القوة و المنعة و الضفر ده بيقول ان العثمانيين دولة خلافة و ده طبعا بيتعارض مع الشرعة و مش هدخل في التفاصيل هنا لانه ده مش وقته ولكن يكفي انكم تعرفوا ان الاطراك العثمانيين لا تجوز ليهم خلافة المسلمين شرعا و ايام احتلالهم و سيطرتهم على اجزاء من بلاد المسلمين نشروا الشركيات و البدع و عبادة القبور و عقيدة سلاطين ال عثمان اللي هي عقائد باطلة اصلا ده غير ان الاخ بيقولك انها كانت ايام عزة و منعة و مش عارف ايه بينما التاريخ بيشهد ان سيفهم كانت على المسلمين اكتر من غيرهم و سقط الاندلس و الاحتلال الاوروبي و ضراع فلسطين و تخلفنا العلمي و الحضاري محصلوش غير بأيديهم و بسببهم يقوم الاخ ده يقولك زمن العزة عزة دي تبقى خالتك مش قلتلكم نطف تركية على كل حال اللي عايز يتأكد من كلامي ده وبالدليل يقدر يتابع الدكتور سلطان الاسقى فيديهاته حيعرف من خلالها حقيقة العثمانيين الاطراك و حقيقة زمنهم الغابر و علشان تتأكدوا ان النطف التركية دي بتشتغل لصالح اليهود مش لصالح القضية الفلسطينية اسمعوا التاني ده كمان بيقول ايه ندعوكم و قد قربى قربى عيد الاطحى المبارك ندعوكم فتعجلوا بالتضحية بالحكام الاقلان و بانظمتهم العميرة و باقامة الخلافة على انقاضهم اهو تفضل يا سيدي ده تحريد علني يعني نروح نعمل مجازر في بلادنا و نتبح فبعضنا بقى في المغرب و الجزائر و تونس و مصر و السعودية و الاردن و الكويت و كل الدول العربية بينما الجزمة نطفت الاطراك ده واقف ما بينه و ما بين جنود الاحتلال امطار و ما بيعبلهمش اي حاجة بجد احنا بنعيش في مهزلة فكرية اننا نقولها لكم ان من كتب المدينة و ان الكعبة و مسجد الرسول و قبره هي لنا هي للامة سمعتوه هو بيقول الامة لا دي ملك امك انت يا نطفت الاطراك يا جباني اللي فالح بس في الخطابة علشان تهيج المسلمين على بعضهم و ما تجرؤش انك تهيج الناس على تحريق الارد اللي انت واقف عليها او حتى تقوم بواجبك في المقاومة الاشكال دي اللي شفنا منهم نموزجين من شوية بيحظوا برعاية اسرائيلية و ده ليه بقى يا فندم ده لانهم متخصصين في تحريد المسلمين والعرب على بعضهم فبالتالي هم كنز استراتيجي لإسرائيل لانه بدل ما يقوم الاحتلال اللي دايس على ارضه و عرضه لا ده بيهرب من المسئولية و بيرمي مشكلته هو و شعبه بالكامل على دول تانية الدول دي متحررة بالكامل و صحبة سيادة و اللي منها كان في يوم من الايام تحت الاحتلال فشعبها هو اللي حررها بنفسه يعني انت يا نطع علشان ارضك تتحرر فهي مش هتتحرر بقيد حد غيرك موهنا كمصري هتحرك ليه عشان احرر ارض فيها انطاع نايمين في احضان الصهاينة زيك وبيرموا بلاهم علينا الفكر اللي بيتبنى حزب انطاف الاطراك او حزب التحرير ده بيدعو الحاجة غريبة او منطق غريب جدا هم شايفين اننا علشان نحرر فلسطين والاقصى فلازم نعمل مجازر في كل مكان في العالم العربي قال ايه؟ علشان نقيم الخلافة الخلافة اللي على مزاجهم هم طبعا وبالتالي الفكرة دي بتروح جدا للصهاينة لانها بتحرد العرب والمسلمين على بعضهم وبتبعدهم عن اي عمل عسكري او سياسي يساهم في يوم من الايام في تحرير فلسطين او الاقصى هم الصهاينة عايزين ايه احسن من انهم يشوفون احنا العرب والمسلمين بندبح في بعض وبندرب في بعض ومختلفين مع بعض يعني بالمنطق الاعواج ده ممكن واحد يخطف في مسجد في مصر ويدعي على الفلسطينيين ويقول ان طول مهمة موجودين حال الاقتصاد المصري عمره ما حينصلح ابدا يلا ما هو اي عبط وخلاص مش كده اقول ليه حزب التحرير ما يقلش خطورة ابدا عن جماعة الاخوان الاتنين بيتلاقوا مع نفس الاهداف وهي الوصول للسلطة الاخوان مع انهم اكتر تأثير على الشارع العربي ولكن برضو حزب التحرير فكره مستند على المشاعر الدينية بشكل اكبر الاخوان بيتكلموا شوية سياسة وشوية دين ولكن دول بيحاولوا يؤثروا على الناس بالدين وبس ده غير انهم بيحاولوا يخلوا الناس يتمنوا زمن عودة الخوازي العثمانية كلمة بقولها وانا مسئول عنها واجر على الله بصوا فلسطين مليانة بالشرفاء اللي فاهمين قضيتهم صح وعارفين ايمة الامة اللي بينتموا ليها وعارفين افضل السعودية وغير السعودية كويس جدا ولكن مش هتتحرر فلسطين الا بتحريرها من الاشكال دي اللي اسمعناها من شوية بصراحة الاشكال النجسة المتوكلة واللي بترمي بلاها على غيرها دي اظن الرسالة واضحة تحرير فلسطين مش هيكون غير من داخل فلسطين وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة